السابعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعنوي كوتين يؤكد قدرة موسكو على تعزيز قواتها مجددا في سوريا ويتعهد بمواصلة مكافحة الإرهاب ويكشف عن استعادة دمشق لدفاعاتها الجوية دمشق ترفض إعلان الكرد النظام الفدرالي في شمال سوريا وتحذر من النيل من وحدة البلاد مصادر دبلوماسية للميادين ضغوط أوروبية على المعارضة السورية في جينيب لعدم الانسحاب من المحادثات وتجنبها التصريحات الاستفزازية كاري يؤكد ارتكاب بداع الجرائم ضد الإنسانية وتنفيذ تطهير عرقي وعمليات إبادة جماعية ومصر ترجح وجود قبر الملكة نيفرتيتي داخل مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر موسيقى أرحبا بكم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أسحب القوات الروسية من سوريا جرى من الاتفاق مع الرئيس السوري بشار الأسد وفي كلمة له أمام القوات الجوية التي شاركت في العمليات الجوية في سوريا قال بوتين أن بلاده ستواصل مكافحة المجموعات الإرهابية بعدما جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين المعارضة والحكومة السورية وقواتها قلت أعمالنا الجوية العسكرية هناك وتقلس عدد الطلعات الحربية بمعدل ثلاث مرات يوميا ولذلك فأن حضور هذا العدد من القوات الجوية أصبح زائدا واتفقنا على ذلك مع الرئيس بشار الأسد الذي يعرف خطتنا مسبقا ويدعمها بوتين أن أضيف أنه في البيان المشترك جاء أننا سنواصل مكافحة المجموعات الإرهابية بوتين أكد أنه لا يحق لأحد أن يتدخل أو يخرق المجال الجوي لبلد ذي سيادة مثل سوريا مؤكدا أن سوريا استعادت قدرات دفاعاتها الجوية قوتنا التي تبقى في قاعدة تحميميم سيجري الدفاع عنها من الجو والبحر والمنظومات المختلفة المضادة للطيران سوف تبقى هناك كما يجب القول أن القوات السورية استعادت قوتها ونحن ننطلق من القانون الدولي لا يحق لأحد أن يتدخل أو يخرق المجال الجوي لبلد ذي سيادة مثل سوريا كما شدد بوتين على أن بلاده قادرة على إعادة تعزيز حضورها العسكري في سوريا خلال الساعات وأن موسكو ستستمر في مراقبة وقف النار فيها في حالة الضرورة تستطيع روسيا إعادة مجموعة قواتها العسكرية إلى هذه المنطقة خلال ساعات معدودة لكننا لا نريد أن نفعل ذلك لأن التصعيد العسكري ليس خيارنا ولذلك نأمل أن تخلص السلطات السورية والمعارضة للعملية السياسية وبود أن أقيم موقف الرئيس بشار الأسد وإخلاصه للحوار والخيار السلمي في سوريا أعلن المشاركون في مؤتمر رميلان في ريف الحسك شمال سوريا توفقهم على قيام نظام حكم فدرالي في مناطق سيطرة الكرد في الشمال السوري تحت اسم روجافا أرى البيانة الختامي للمجتمعين أن سوريا المستقبل هي لكل السوريين وهذا ما يحققه نظام فدرالي ديمقراطي على أساس جميع المكونات المجتمعية أكد البيانة أن تحقيق النظام الاتحادي الديمقراطي ضمن وحدة الأراضي السورية وقد أضاف المجتمعون أنه يحق للمناطق التي يتم تحريرها من التنظيمات الإرهابية أن تكون جزءا من النظام الاتحادي الديمقراطي بشكل توفقي الخارجية والسورية حذرت أي طرف تسول له نفسه والنيلة من وحدة سوريا وشعبها تحت أي عنوان بمن فيهم المجتمعون في مدينة رميلان في الحسكة مصدر في الخارجية أكد أن طرح موضوع الاتحاد أو الفدرالية سيمثل مساسا بوحدة الأراضي السورية الأمر الذي يتناقض مع الدستور وأي أعلان في هذا الاتجاه لا قيمة له قانونيا ومدام لا يعبر عن إرادة كامل الشعب وفي ردد الفعل أيضا على إعلان الكرد أعلن الاتلاف السوري المعارض رفضه للنظام الفدرالي الذي أعلنه الكرد في شمال سوريا أحذر من تشكيل ما وصفها كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري أكد الاتلاف في بيان الله أن تحديد شكل الدولة السورية سواء كانت مركزية أو فدرالية ليس من اختصاص فصيل بمفرده بل سيتم ذلك بعد أصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد أكدت الخارجية الروسية أن الدعوات لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن سدات الحكم في سوريا تتعارض مع القانون الدولي وتعد ضربا من الجنون الناطقة باسم الخارجية ماريا زخاروفا وفي معرض تعليقها على تصريحات السعودية وبعض الدول والقوى السياسية حول ضرورة رحيل الأسد فورا قالت زخاروفا أن الشيء المثير للضحك والمطالبة بالرحيل فورا ونحن نسمع هذه التصريحات منذ سنوات عدة ولو كنت في مكانهم لما استخدمت كلمة فورا على الإطلاق إلى جنيف حيث أفادت مصادر دبلوماسية الميادين أن هناك ضغوطا ونصائح قدمها سفراء الاتحاد الأوروبي لهيئة التفاوض العليا بعدم الانسحاب من الجلسات والتركيز على الملف السياسي كما تضمنت هذه النصائح حدم الإغراق بالحديث عن القضايا الإنسانية وقف الأعمال القتالية والابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والمتطرفة المصادر أشارت إلى اتصالات مكثفة تجري بدعم الروسي لحل مشكلة احتكار وفد الهيئة العليا للمعارضة ومشاركة بقية الأطراف في محادثات جنيف إلى ذلك من المتوقع يعقد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا اجتماعا هو الثاني مع الهيئة العليا المنبثقة عن المعارضة السورية إلى ذلك أعلنت مجموعة حميميم السورية المعارضة استعدادها للحوار المباشر مع الحكومة السورية عضو الوفد المنبثق عن مصالحات حميميم هاني الخوري قال للميادين أن الوفد يقبل بالمصالحات والاتفاق الروسي الأمريكي كما أكد الخوري أن الوفد يرفض الفيدرالية نحن مع كل أسليب الإدارة اللامركزية ولكن ليس مع الإدارة اللامركزية السياسية لسنا مع الفيدرالية نحن مع وطن متعدد يحفظ نسيجه المتنوع التعددي لكل أبنائه منع دخول المسلحين واعتماد القرار 2053 ومحاسبة كل من يدخل المسلحين والإفراج عن المعتقلين والأسرة بكل الطرق ونحن الوفد متفاهم على رؤية جيدة لطبيعة الانتخابات ولمرحلة الوحدة الوطنية التشاركية وأرية تشكيلها والانتخابات من جينيف ينضم إلينا مراسل الميادين موسى عاصي موسى إذا بين اليوم والغد يبدو أن اللقاءات ستقتصر على المعارضة ماذا عن اجتماع اليوم ديمستورا بوفد المنبثق عن مؤتمر الرياض ماذا في أيضا جعبته للقاءات مع المعارضة في الغد نعم في الواقع في الوقت الحالي لا يزال الاجتماع مستمرا بين وفد المنبثق عن الهيئة العليا للمعارضة والفريق الأممي مستمرا في أحد قاعات الأمم المتحدة هذا الوفد يحمل اليوم بحسب ما قاله لنا الناطق باسم الوفد منذر مخوص قبل قليل يحمل ورقة هذه المرة ليقدمها إلى استفان ديمستورا ومع هذه الورقة ورقة العمل عدد من الوثائق التي سيقدمها الوفد لديمستورا في الواقع هذه الورقة تتمحور حول رؤية الوفد لهيئة الانتقالية لهيئة الحكم الانتقالية هذا يأتي بحسب طلب استفان ديمستورا الذي طلب من الوفد في الجلسة الماضية أن يقدم رؤية واضحة ومتكاملة حول مقاصد الهيئة الانتقالية توقيتها الزمني ومحطاتها في التغيير السياسي في سوريا وعلى هذا الأساس آت اليوم الوفد مع ورقة مكتوبة وعدد من الوثائق بالنسبة للقاءات عدى اللقاء الذي يجري الآن هناك لقاء غدا قبل الظهر مع الوفد الذي انبثق عن مصالحات حميميم هذا الوفد يأتي إلى مقر الأمم المتحدة ويجتمع للمرة الأولى مع الفريق الأممي بالنسبة لهذه النقطة استوضحنا أيضا من الهيئة العليا للمعارضة من وفد الهيئة العليا للمعارضة موقفه من الوفد الذي وصل أمس والذي التقى ديمستورا أمس وفد العلمانيين الديمقراطيين والوفد الذي سيلتقي غدا فكان موقفه حاسما لا يقبل بأي مشاركة من أي وفد آخر خارج نطاق الهيئة العليا للمعارضة وحتى يذهب إلى أبعد من ذلك في حال اعتبر هؤلاء مفاوضون فإن الوفد وفد الهيئة العليا للمعارضة قد يتخذ قرارا بالانسحاب من هذه المحادثات على هذا الأساس يمكن اعتبار أن الضغط الأوروبي الذي تحدثت عنه في البداية عدد من الصفراء الأوروبيين هاتوا إلى هنا مساعدة المفاوضة العليا لشؤون الخارجية سيدة هيل قاشميت وصلت أيضا إلى جينيف اليوم والتقط بوفد الهيئة العليا للمعارضة هناك وعود بمساعدات على المستوى السياسي ومساعدات دعم الموقف الذي يتخذ هذا الوفد والإصرار على موقفه بالنسبة للمساعدات الإنسانية والغدائية إذن هذا هو الموقف حتى الآن بانتظار نهاية الاجتماع الذي يجري الآن بين استفانديم السورة والوفد المعارض للإطلاع على ما جرى خلال هذا اللقاء مساعدة مراسل الميادين أشكرك جزيل الشكر كنت معنا مباشرة من جينيف وصف وزير الخارجي الأمريكي جون كيري أعمال العنف التي ارتكبها تنظيم داعش بحق أقليات دينية بأنها إبادة جماعية كيري وفي مؤتمر صحفي أشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة التنظيم أضاف أن التنظيم داعش مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وعمليات إبادة جماعية تنظيم داعش مسؤول عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الأقليات في المناطق القاضعة لسيطارته بما في ذلك الإزيديين والمسيحيين والشيعة والسنة والأكراد والأقليات الأخرى كما شرد التنظيم وقتل المئات في مناطق مختلفة بينها الموصل بسبب الصراع دائر في المنطقة والسحالة الدخول إلى هذه المناطق بسبب المعارك الدائرة لم نتمكن من رسم صورة تفصيلية وشميلة لكل ما يقوم به أفراد التنظيم لكن واشنطن مستعدة للعمل على تحرير المناطق التي يسيطر عليها داعش مع الأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الأقليات في تلك المناطق معنا من واشنطن مباشرة مدير مكتب الميادين هناك منذر سليمان منذر ما الذي استدعى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجي الأمريكي جون كيري الذي خصصه بالكامل لهذا الموضوع وهل يحتم بالتالي خطوات مرتبطة تنفيذاً لستراتيجية جديدة في التعامل مع تنظيم داعش للولايات المتحدة الأمريكية؟ كان مجلس النواب قد تخذ قرار بالإجماع يوم الأثنين باعتبار أن داعش تشكل أقدمت على جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة وأمهل وزارة الخارجية لكي توافق على مثل هذا التصنيف حتى اليوم الخميس وبالتالي ليس مصادفة أن يكون قرار والمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية قد تطابق مع هذا الموعد الذي طرحته أعضاء الكونغرس طبعاً الولايات المتحدة ليست عضو في محكمة الجنائر الدولية وقرار الكونغرس رغم أنه قرار غير ملزم يدعو ليس فقط إلى تصنيف الجرائم الفضيعة التي ارتكبها تنظيم داعش ولكن يتحدث أيضاً عن تحقيق محكمة دولية للتحقيق في جرائم الحرب في النزاع السوري إذن كانت الإدارة تخشى من أن يكون هناك نوع من أن يلعب الكونغرس دور في التأثير على مجريات العملية السياسية والمفاوضات التي تجري بحكم إطلاق اتهامات عامة تكون أبعد من التركيز على داعش أما فيما يتعلق في هذا الأمر الولايات المتحدة كونها ليست عضوة في محكمة الجنائر الدولية فهي لن تقدم على إجراءات أكثر من زيادة الضغط العسكري ومحاولة أيضاً استقبال مزيد من الضحايا الذين يتعرضون لهذه الجرائم جرائم الإبادة لذلك لا يوجد كانت الخارجية واضحة أمس واليوم حتى قبل الإجاز الصحفي تحدث الناطق الرسمي وذكر بأن الولايات المتحدة ستكون بتوثيق سيساعد هذا القرار في توثيق هذه الجرائم وأن ضحايا هذه الجرائم يمكن لهم في المستقبل الملاحق القانونيا أشكرك جزيل شكر منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن كنت معنا مباشرة من هناك للعراق حيث أبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه المساسة بقوة الحجد الشعبي العبادي وعلى همش اجتماع مع قيادتي ومسؤولي وألوية الحجد الشعبي أكد أنه لا يحق لأحد تحديد من يشارك في القتال ضد تنظيم داعش وتعهد برفع العالم العراقي في مدينة الموصل قريباً ذوقت حررت قوات مكافحة الإرهاب منطقة المحمودي جنوب هيد ورفعت العالم العراقي فوق أبنيتها وقد أوضح الإعلام الحربي في العراق أن 21 مسلحاً من تنظيم داعش قتلوا في المعركة فيما قتل 57 آخرون في ضربات جوية لطيران التحالف وأشار مصدر عسكري إلى أن القوات الأمنية والعشائر تقدمت من قاعدة عين الأسد نحو مدينة هيد ونحية كبيسة غربية الأنبار هذا تتحضر كل من القوات العراقية والبشمرقة وقوات الحجد الشعبي لإطلاق عملية استعادة مناطق بشير والحويجة والشرقات وكل المناطق الواقعة ما بين محافظتي كاركوك وصلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش سار الحاف أهلا بكم تحرير مناطق بشير والحويجة والشرقات هي الخطوة اللاحقة للقوات العراقية بالتعاون مع الحجد الشعبي والبشمرقة بعد نجاح الخطط الميدانية السابقة بتحرير أغلب مناطق محافظة صلاح الدين وتقدمها في محافظة الأنبار حيث تتركز الأنظار صوب ناحية المحمد التي تعتبر مفتاحاً للدخول إلى قضاء هيد فالقوات العسكرية البرية باتت حاضرة للدخول إلى القضاء وهي بانتظار الإسناد الجوي من أجل الشروع بالعملية اجتماع القيادات الميدانية التي عقدت في كاركوك ناقشت الخطط العسكرية ومهمة كل من القوات العراقية التي ستشارك بقوات جوية وبرية وقوات الحجد الشعبي وقوات البشمرقة والمحاور التي ستتولاها كل جهة من هذه الجهات الثلاث المناطق التي ستستهدفها العمليات العسكرية تتضمن قضاء الحويجة وناحية العباسي والرياض والرشاد وزاب وقصبة بشير وأطراف محافظة صلاح الدين ولسيما قضاء الشرقات وما حولهم من مناطق وتقع الشرقات على مسافة نحو 100 كم جنوب الموصل وعلى مسافة 60 كم شمال بيجي تنظيم داعش الذي بدأ يشعر بأن الخناق يضيق على الموصل التي يعتبرها قلب دولته يحاول استباق الهجوم المرتقب بعمليات عسكرية ضد القوات العراقية وحلفائها عبر إرسال الانتحاريين والأليات المفخخة وأخيرها إرسال ستة انتحاريين يرتدون أحزيمة ناسفة إلى معسكر للقوات الأمنية في مخمور جنوب الموصل نجحت القوات الأمنية بقتلهم على أطراف المعسكر كما حاول خمسة انتحاريين استهداف مقرين لواءين مائة وثمانية ومائة وعشرة التابعين للبيشمرق في قضاء الدبس شمال غرب كاركوك لكنهم قتلوا أيضا قبل الوصول إلى أهدافهم نبقى في الشأن العراقي حيث انتقد رئيس مجلس محافظة كاركوك الإخفاق في التعامل مع كارثة قصف تنظيم داعش للأحية تازة بالكيميائي أتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه حالة وفاة ثالثة لمرأة في العقد السابع تعرضت للإصابة الأسبوع الماضي محمد كاري كاركوك تسجل ثالث حالة وفاة بالغازات السامة في تازة السلطات الصحية أعلنت أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من ألف في موجة تثير مخاوفة من انتشار تلك الغازات إلى خارج هذه الناحية التي تنشد تحركا عاجلا لاحتواء هذه الكارثة الإنسانية الإسراع الجيش العراقي ورئيس الوزراء في تحرير منطقة بشير قرية البشيرة التابعة لناحية التازة وكذلك بقيت مناطق جنوب غرب كاركوك أرسلوا مجموعة من الخبراء لتحقيق في الموضوع لكن لا أدري لحد هل هي على مستوى المطلوب ومستوى الطموح المنظمات الدولية لم تحرك ساكنا للإطلاع على أوضاع الأهالي لا تحقيق في الحادثة ولا علاجات للمصابين تقول السلطات في كاركوك التي تحركت مع المسؤولين في بغداد لإبعاد خطر داعش عن المحافظة كان هناك اجتماع موسع يوم أمس في كاركوك بحضور ممثلين عن الحكومة الاتحادية بيش مرقة وكذلك الحجر الشعبي إفراج لأهالي تازة وبشير تازة مدينة المنكوبة يصر أهلها على هذا الوصف هي سجلت نزوح أكثر من 20 ألف نسبة باتجاه مركز كاركوك والمحافظات الجنوبية هربا من صواريخ داعش المحملة بالغازات السامة في موجة شاملة منطقة داقوق المجاورة سقوط الأمطار المستمر ولد حالة من المخاوف لدى أهالي المناطق التي تعرضت للقصف بالغازات السامة مع انتشار الروائح في المنطقة أمطار قد تفاقم من عزلة المئات أمام حلول يصفها مراقبون بالمحدودة محمد كريم أربيل الميادين كشف وزير الخارجية الألماني فرانج فالتر شتاين ماير أن إغلاق سفارة بلاده في أنقرة وقنصليتها العامة في اسطنبول ومدارس ألمانية في المدينتين جاء بناء على تلقي أجهزة الأمن معلومات محددة عن هجوم وشيك شتاين ماير أشار إلى أن السلطات الأمنية الألمانية تلقت الكثير من المعلومات المحددة والخطيرة جدا عن الإعداد لشن هجمات إرهابية تستهدف بعثات ألمانيا التمثيلية في تركيا مساء أمس تلقت السلطات الأمنية الألمانية معلومات مؤكدة وخطيرة بشأن التحضير لهجمات تستهدف بعثاتنا الدبلوماسية في تركيا وعلينا أخذ هذه التهديدات بشكل جديد لذلك قررنا اتخاذ تدابير احترازية وأغلقنا الممثلية الدبلوماسية والقنصلية الرسمية والمدارس الألمانية في أنقرة تعال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو إلى رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب في البرلمان التركي أغلو طالب في تصريح له البرلمان بالنظر في ملفات بعض النواب التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي من جهة ثانية قال داود أغلو أنه جرى اتخاذ إجراءات الأمنية في أنقرة وإسطنبول بعد الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل العشرات الأسبوع الماضي لقلب العاصمة إلى أراضينا المحتلة في فلسطين حيث جريح مستوطن إسرائيلي بعملية طعن نفذها فلسطيني في حي أو في حي تلبيوت بالقدس المحتلة العملية تأتي بعد ساعات على جرح مستوطنة بعملية طعن نفذها الشابان فلسطينيين قرب مستوطنة أريئيل شمال الضفة المحتلة وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على الشابين ما أدى إلى استشهادهما حضية الزيارة التي أجرها الرئيس الإسرائيلي رأو ذين ريفلين إلى موسكو ولقائه الرئيس روسيف لديمير بوتين باهتمام إسرائيلي في معاكف المحللون على تمثيذ المطالب الإسرائيلية وخطوط إسرائيل الحمر التي عرضها ريفلين أمام بوتين منال إسماعيل قليلا ما يجري الاهتمام في إسرائيل بالزيارات الخارجية للرئيس الإسرائيلي مثل ما جرى الاهتمام بزيارة رأوفين ريفلين إلى موسكو كونه يشغل منصبا فخريا ويملك صلاحيات رمزية من دون أن يكون له أي دور في رسم السياسات الداخلية أو الخارجية في إسرائيل إلا أن تزامن هذه الزيارة مع القرار الروسي القادي بسحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية من سوريا أعطاها أهمية خاصة أوساط مرافقة للرئيس الإسرائيلي إلى موسكو تحدثت عن نقله رسائل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو إلى بوتين وعن شرحه مصادر القلق الإسرائيلي فضلا عن تضمين الرسالة مطالب إسرائيلية وعرضا لخطوط إسرائيل الحمر في المنطقة وقد سارع ريفلين فور انتهاء اللقاء إلى الاتصال بن نتنياهو لإطلاعه على أجوائه الشعور السائد في المؤسسة الأمنية التي دفعت لإجراء الزيارة وإبطالها إلى أستراليا أن هناك حاجة لخلق حوار لا يمكن إجراؤه عبر برقيات أو محادثات هاتفية بعد لقاء مباشرة أجرى ريفلين مكالمات هاتفية عاجلة مع رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان لإطلاعهم على الوضع المطالب الإسرائيلية راوحت بين مطلب إعادة قوات الأمم المتحدة الأندف إلى الجولان المحتل والحفاظ على التنسيق العسكري والأمني بين إسرائيل وروسيا أما الخطوط الحمر فتركزت على الوضع على الحدود مع الجولان المحتل وعدم نية إسرائيل الانسحاب منها وضرورة تضمين هذا الأمر في أي تسوية بين الأطرف الرئيس ريفلين نقل خلال هذا اللقاء مع بوتين رسائل من المؤسسة الأمنية ومن الحكومة وعلى رأسها أننا لن نوافق على تمركز إيران وحزب الله على حدودنا في الجولان وهذا من ناحية إسرائيل خط أحمر وفيما تحدثت مصادر سياسية عن لقاء قريب سيجمع بوتين ونتنياهو لبحث التطورات في المنطقة قال مراقبون أن زيارة ريفلين إلى موسكو تأتي على وقع استمرار التخبط والإرباك في إسرائيل في قراءة الخطوة الروسية وأبعدها في ظل خشية إسرائيلية من الجهد الذي ستملؤ الفراغ الذي ستتركه القوات الروسية في سوريا أكد رئيس لجنة الاتصالات اللبنانية النيابية اللبنانية حسن فضل الله للميادين لأن لبنان استطاع وضع اليد على شركات غير شرعية تزوده بالإنترنت ومنها متعاملاً مع إسرائيل أواصف التنصط الإسرائيلي على لبنان بالعدوان عباس سبغ قطاع الاتصالات اللبناني في مرمى التجسس الإسرائيلي من جديد تل أبيب تستغل شركات إنترنت غير شرعية لتصل يدات الاتصالات للبنانيين مواطنين ومسؤولين حكاية الاختراق الإسرائيلي ليست جديدة ويصفها رئيس لجنة الاتصالات النيابية اللبنانية بالعدوان نحن نعرف أن بلدنا مستهدف من إسرائيل سواء بالعدوان المباشر أم من خلال أعمال التجسس ولنتذكر أيضاً أن العدو الإسرائيلي ينصب محطات تجسس على طول الحدود وسبق لنا أن دعونا في المجلس النيابي من خلال اللجان المختصة سفراء الدول الأجنبية وعقدنا جلسة معهم في الهيئة العامة وشرحنا لهم بالتفصيل ما حدث على هذا الصعيد هذا اعتداء على البلد واعتداء على أمنه واعتداء على سيادته الخطورة تكمن في أن تلك الشركات غير الشرعية وبعضها يتعامل مع إسرائيل توزع خدمات الإنترنت لمؤسسات حكومية لبنانية ما يجعل الأخيرة تحت المجهر الإسرائيلي أن بعض الإدارات الرسمية اللبنانية وبعض المؤسسات الدستورية وبعض الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية قد وقعت ضحية التحايل عليها فاشتركت بشبكة الاتصالات العائدة لهؤلاء المخالفين وقد قدمت لها هذه الخدمات على أساس أنها شرعية وبأسعار مخفضة جدا بل أحيانا مجانية الحكومة اللبنانية ناقشت الخرق الإسرائيلي وطلبت من الأجهزة المختصة إجراء اللازم هذه الشبكة غير الشرعية تستورد الأنترنت عن طريق شبكات مربوطة بالعدو الإسرائيلي ويستطيع هذا العدو الدخول إلى ذات المعلومات والموجودة مع المشتركين سواء كان هؤلاء المشتركون مؤسسات رسمية أم أمنية أم مواطنين عاديين وهذا أمر يكشف لبنان أمنيا لبنان يواجه الخروق الإسرائيلية وسط عدم اكتراث دولي على الرغم من خرقة الأبيب القرار الدولي 1701 إسرائيل تواصل التجسس على لبنان فبعدما زرعت أجهزة التنصط على حدوده الجنوبية باتت تخترق منذ فترة ليست بقصيرة شبكة الأنترنت عبر شركات غير شرعية وباتت تحصل على ذات الاتصالات اللبنانية من مصادر عدة عباس صباق بيروت الميادين رأت كتلة الوفاء المقاومة في لبنان أن توصيف السعودية حزب الله بالمنظمة الإرهابية من أسخف مبتكرات ما وصفته الكتلة بالنظام المترهل والفاقد للتوازن وأضفت الكتلة في بيان الله أن هذا التوصيف يعبر عن انسياق السعودية وراء المنطقة الإسرائيلي ورأت أن انحراف السعودية نحو الممارسة العدوانية المكشوفة ضد شعب وشعوب المنطقة في لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن يدل على تخبط وإفلاس الرياض بحسب بيان كتلة الوفاء للمقاومة جددت منظمة اليونسف في اليمن مطالبتها بإبقاء الأطفال بعيدا عن النزاع وإلى ذلك أطلقت الأمم المتحدة خطط الاستجابة السنوية للتركيز على الفئات الأشد ضعفا والتي تحتاج إلى مليار وثمانمائة مليون دولار لتمويلها عام من الحرب على اليمن سقط فيها أكثر من ألفي طفل بين شهيد وجريح بحسب منظمة اليونسف التي دانت ما وصفته بالهجوم الدموي على سوق الخميس في منطقة مستبأ بحجة غرب اليمن المنظمة الأممية كشفت عن ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم المروع إلى 119 شهيدا بينهم 22 طفلا و47 جريحا واصفة إياه بالانتهاك الخطير نعرب عن تعزين الصدقة لأسر الضحايا نحن نتحقق من باقي الخسائر بين الأطفال لأن هذا العمل كان مروعا وانتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي الأوضاع الإنسانية في اليمن وصلت إلى مرحلة حرجة جدا الكلام للممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن الذي أشار إلى أن 113 شخصا يسقطون يوميا جراء الحرب منذ مارس آذار العام الماضي نصف السكان باتوا يفتقرون لرعاية الصحية الملائمة نطالب مجددا بضرورة احترام الجميع للقواعد الإنسانية وبالسماح للمنظمات بإدخال المساعدات للمناطق المتضررة إطلاق الأمم المتحدة لخطة الاستجابة لعام 2016 جاء بهدف الوصول إلى نحو 13 مليون وستمائة ألف يمني أي إلى ما يمثل 65% من عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة حيث دفعت الحرب كما تقول الأمم المتحدة مليونين وسبعمائة ألف شخص للنزوح وفقد معها 14 مليون شخص الأمن الغذائي فيما يعجز 19 مليون شخص عن الحصول على خدمة الرعاية الصحية منهم اليوناني وأربعمائة ألف يعيشون ضمن مناطق النزاع إلى جانب الوضع الإنساني الحارجي دمرت الحرب كل الخدمات الأساسية التي قد يصعب إصلاح أو إعادة تأهيل الكثير منها على حد تعبير منسق الأمم المتحدة الذي أشر أيضا إلى أن أضرار الحرب امتدت إلى البنى الاقتصادية التي تجعل الاقتصاد اليمنية على شفى الانهيار أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بالقصف الصاروخي تجمعات القوات الرئيس هادي شمال مدينة الحزم شرقية البلاد ما أدى إلى مقتل عدد منهم بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية ترافق ذلك مع استهداف مقاتلات التحالف السعودي مدرية صروح أبعض المحافظات اليمنية وبينها صنعاء بسانت الراف الهدوء على الحدود اليمنية السعودية في أعقاب الحديث عن محادثات بين الجانبين اليمني والسعودي لم ينسحب على الجبهات داخل اليمن ولعل كلام مستشار مكتب وزير الدفاع السعودي العميد أحمد عسيري عن أن المعارك توقفت تقريبا على الحدود بعد جهود الوساطة التي جرت الأسبوع الماضي وأن العمليات العسكرية الكبيرة في اليمن أوشكت أن تنتهي وكأنها تشير إلى أن ما يجري في الميدان اليمني هي الفصول الأخيرة من هذه المعركة أبرز تطورات الساعات الأخيرة كان إعلان مصدر عسكري يمني عن إطلاق صاروخ فاليستي من نوع قاهر واحد استهدف معسكر تداوين في مأرب وأدى إلى مقتل واجر حل عشرات من قوات هادي والتحالف السعودي بينهم قيادات سبق ذلك استهداف تجمعات لقوات هادي قرب القصر الجمهوري في المدينة كما استهدف الجيش اليمني بالصواريخ تجمعات لقوات هادي شمال مدينة الحزم شرقية البلاد من جهتها شنت مقاتلات التحالف السعودي غارات جوية استهدفت مديرية صرواح غرب المدينة وخزان المياه الوحيد في مدينة حريب شرق مأرب وفي تعز تتواصل الاشتباكات في منطقتين كلاب شمال المدينة والصنمة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وبين قوات الرئيس هادي المسنود بالتحالف السعودي من جهة أخرى شاركت فيها الطائرات الحربية التابعة للتحالف السعودي والتي أغارت على مناطق القصر الجمهوري ومعسكري اللواء الـ 22 والدفاع الجوي بمنطقة الجند شمال وشرق المدينة ومديريتين ذباب والمخ الساحليتين على البحر الأحمر رد عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية باستهداف تجمعات لقوات هادي في مديرية الوازعية بالصواريخ أما في صنعاء فتجددت الغارة على مناطق متفرقة بمديرية نهم الواقع شمال شرق العاصمة ألغى ألمين العام للأمم المتحدة بن كيمون زيارة مقررة إلى المغرب وذلك بسبب الخلاف المتصاعد مع الرباط على خلفية استخدام بن عبارة احتلال في تعليقه على قضية الصحراء الغربية خلاف مغربي أممي يقضي إلى ألغاء زيارة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الرباط بن كيمون وبعد تصريحاته التي لم يسبقه إليها أحد في منصبه بشأن وصفه الأراضي الصحراوية بالمحتلة أغضب المغرب وألقى صخرة في رواكد أزمة المنطقة المغاربية فتعاطف بن كيمون مع قاتني مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف جنوب الجزائر مطلع الشهر الجاري دفعه للتعبير بتفاهمه غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار احتلال أراضيه أخرجت التصريحات مئات ألاف المغاربة احتجاجا على خروج الممثل الأممي الأول عن طوع الحياد والموضوعية واتخاذه موقفا معاديا تجاه المغرب بان من جهاته عد ذلك هجوما على شخصه فسارع إلى إلغاء الزيارة المدرجة في جولة تخص ملف الصحراء الغربية أما السلطات المغربية فقررت خفض مساهمتها في ثلاث بعثات أممية لحفظ السلام بما فيها بعثة المنظمة الدولية في الصحراء الغربية منورسو فالمغرب يشارك بنحو ألفين من جنود حفظ السلام وتبلغ مساهمة الرباط المالية في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية نحو ثلاثة ملايين دولار القضية التي تعرف جولات متعثرة من الحوار الأممي تخلت عن لغة السلاح منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي لينتهي النزاع المسلح بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليزاريو وتشرف الأمم المتحدة على محادثات بين الطرفين ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أحمد بخاري قال إن بيان الأمم المتحدة المنددة بتهجم المغربي على الأمين العام للمنظمة هو رد فعل شرعي على التصرف لمسؤول للرباط وأن المغرب يعكس عزلته الدولية بتصرفاته إذا تصريحات بان في أشان الليبي قال رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تدخل العسكري في ليبيا ينطوي على خطورة مضيفا للأفضل للقوى الخارجية دعم قائد الجيش خليفة حفتر السيسي تسأل كيف يمكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها ومن سيقوم بإعادة تأسيس الجيش والشرطة وكيف يمكن حماية المدنيين خلال العملية دخول حكومة الوفاق الليبية إلى العاصمة ترابلس عقدة جديدة في ملف الأزمة السياسية الليبية فالمجتمع الدولي يضغط لتسليمها مفاتيح السلطة وحكومة الإنقاذ في ترابلس توصد الأبواب في واجهها دلول حديدا يضيق المجتمع الدولي توقع عقوباته على الأفريقاء الليبيين راجياندينة فيشد في الاتجاه المعاكس الأطراف المسيطرون على مفاتيح مؤسسات الدولة في العاصمة ترابلس الاتحاد الأوروبي وفق على فرض عقوبات على كل من رئيس البرلمان في تبرق عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الليبي المنتهية ولايته في ترابلس نوري بوسهمين ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة منه خليفة الغويل بحظر سفرهم وتجميد أصولهم في البنوك عقوبة الاتحاد الأوروبي التي جاءت على خلفية تعطيل هذه الشخصيات تمرير حكومة الوفاق الوطني كل من منصبه لم تزد إلا في عصيان حكومة الإنقاذ في ترابلس خليفة الغويل حذر رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج ومن هو وراءه في حكومة الوفاق وأعضاء المجلس الرئاسي من أن تطأ أقدامهم ترابلس بصفتهم هذه معلدا أنها خطوة غير قانونية قد تجعلهم عرضة لإلقاء القبض عليهم فحكومة السراج بالنسبة إليه تفتقر إلى الشرعية اللازمة لتحكم من ترابلس ولا يمكن نقل السلطة لحكومة لا تتمتع بدعم المؤتمر الوطني تصرحات الغويل ألغت كل ما جرى تدوله من أن حكومة الإنقاذ ستسلم السلطة لحكومة الوفاق فهي تعدها صيغة مفروضة من الخارج وتحتاج إلى الكثير من التوافقات الداخلية لكن يبدو أن الغويل لا يعكس كل المواقف في ترابلس فدعوة المجلس الرئاسي المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة إلى البدء في التواصل فورا مع حكومة الوفاق الوطني لوضع ترتيبات لازمة للسيم السلطة لقيا رجع الصدى في الغرب الليبي مصادر محلية قالت أن المجلس البلدي للعاصمة بدأ فعلا في عملية أعداد مجمع بالم سيتي في حي جنزور ليكون مقرا لحكومة الوفاق بالتنسيق مع كتائب مسلحة في ترابلس وصبراطة موالية للاتفاق السياسي المتحركون عكس إرادة حكومة ترابلس ربما تلقوا بوضوح رسالة الاجتماع السري لقادة نحو ثلاثين دولة أوروبية في مطار تشينتو تشيلي العسكري في العاصمة الإيطالية روما ملخص الرسالة تأليف حكومة وحدة وطنية في ليبيا ضرورة خارجية تتجاوز وجهة النظر الداخلية تظاهر ألف البرازيليين في العاصمة برازيليا وفي ساوى باولو احتجاجا على قرار الرئيسة ديلما روزيف تعيين الرئيس السابق لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة وشهد البرلمان حركة احتجاج على القرار بدها نواب المعارضة الذين دعوا روزيف إلى الاستقال عينت الرئيسة البرازيلية ديلما روزيف الرئيس السابق لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة لإحتل المنصب الأعلى فيها فأثار هذا التعيين غضب المعارضة واندلعت احتجاجات في مدن برازيلية عدة اعتراضا على هذا القرار الشرطة اعلنت ان 1500 شخص تظاهر امام القصر الرئيسي في العاصمة برازيليا فيما تدفق اخرون الى ميدان باوليستا الرئيسي في ساو باولو وقاطع عشرات من مشرعي المعارضة جلسة للكونغرس وردد هتافات تطالب روزيف بالاستقالة المعارضة رأت في هذا التعيين صفعة للمجتمع ففي نظرها فان تعيين دا سيلفا جرى لحمايته من الملاحق القانونية ومن تهديد بتوقيفه اطلقه قاد في اطار التحقيق في فضيحة الفساد في الشركة الوطنية النفطية بيترو براس مع العلم ان تعيين دا سيلفا في هذا المنصب سيمنعه حصانة امام كافة الجهات باستثناء المحكمة العليا بينما اعتبرت روسيف التي شغلت هذا المنصب في عهد الرئيس السابق قبل ان تتولى الرئاسة في عام 2010 ان انضبام لولا سيعزز حكومتها اتهام المعارضة بان ترشيح لولا رئيسا للدوان تم لحمايته من الملاحق القضائية هل هناك عدم ثقة في المحكمة العليا في هذا البلد؟ اليوم معايير التحقيق ضد الرئيس السابق لولا غريبة جدا لماذا؟ لان الرئيس لولا ينكر انه يملك المنزل المؤلف من ثلاث طبقات والتي يخطع للتحقيق وقد اعطى تفسيرات كافية وقال انه لم يرفض ابدا شرح ما هو ضروري وتعيش الرئيسة البرازيلية منذ كانون الاول ديسمبر تحت تهديد اجراء برلماني باقالتها وتواجه اتهامات المعارضة بتزوير الحسابات العامة عام 2014 فاجأ وزير الصحة اللبناني والابو فعور الشارع اللبناني بكشفه عن نتائج تحليل للقمح الموجود في اهراء مرفأ بيروت تحليل اظهرت وجود مواد مسرطنة من الدرجة الثانية عبدالله ظاهر هل تناول الخبز في لبنان يؤدي الى مرض السرطان؟ سؤال طرح بعدما كشف وزير الصحة اللبناني والابو فعور عن وجود كميات من القمح الفاسد كانت موضوعة في اهراءات مرفأ بيروت فريق من وزارة الصحة اللبنانية قام بالكشف المخبري على عدد من عينات القمح المستورد والمخزن في الاهراءات وتبين ان اربع عينات من اصل سبع غير مطابقة للمواصفات الدكتور اندري خوري الخبير في الامراض الجرثومية عمل على هذه العينات وتبين ان مادة الاوتراتوكسين ا موجودة داخل القمح الخطورة ان الاوتراتوكسين ا معروفة ان مادة مصرطن درجة تانية ومادة مسؤولة عن مرض معروف جدا بالعالم بيسموه البان بل كان اندمك نافروباتي يعني مساهمة اسحام فعال بامراض الكلة وفي احتمالات كبيرة ان تكون عم تشكل سرطان بالكلة وبجهاز البولة خوري وفي معرض شرحه لنتائج التحليل اكد ان مائدة المواطن اللبناني تحمل الكثير من المواد المصرطنة من الدرجة الثانية انه نحن اليوم عم نستهلك اكل في لبنان عم يحتوي على اوتراتوكسين ا مش بس بيجي من الامح لانه هي في مواد تانية كمان تحتوي على الاوتراتوكسين ا عم نراكم هيد المادي بجسمنا نسبة الاوتراتوكسين في القمح بلغت 15 ميكرو جراما في الكيلو جرام الواحد بينما المعدل المسموح به هو 5 ميكرو جرامات في الكيلو جرام الان بالمرحلة اليوم انه هاي النتائج صحيحة لكن من الافضل التأكد منها عبر مختبرات معتمدة عند الامكانية لانه تقوم بهذه الفحصات معتمدة دوليا امام كل هذا اعلنت وزارة الاقتصاد ان القمح الموجود في لبنان سليم وصحي ولا يحتوي على اي مواد مسرطنة بعكس ما توصلت اليه وزارة الصحة هنا في هذا المختبر في كلية العلوم في الجامعة اليسعية ظهرت هذه المادة او السم الفطري بالتعبير الطبي اوكراتوكسين ا مادة مسرطنة درجة ثانية قد تكون وجبة دسمة على مائدة اللبنانيين عبدالله ظهر من الجامعة اليسعية في المنصورية جبل لبنان الميادين مراحم المعاناة يولد الابداع اذ لا يكاد يخلو قطاع غزة المحاصر من ابداعات بين الشباب والاطفال امل الكحلوت طفلة فلسطينية تميزت برسومها وبطريقة تقديمها لانا شاهن فلسطين ومواهب ابنائها وجهان لصورة واحدة امل تزرع في قلب الحجر موهبتها متجلية بالرموز الوطنية الفلسطينية وبكل ما هو متاح من ادوات الرسم والوانه وبطعم الابتكار والتجديد مخزون ذاكرة امل الفنية لا يزال غضا كعودها لكنه ثري بزخم التغريبة الفلسطينية من اللجوء والاحتلال وعذابات غزة والقدس والاقصى الى المقاومة والنضال تجربة نقشت في روحها فتجسدت فنا غير مألوف كون الحجارة هي سلاح الشعب الفلسطيني ورمز للمقاومة فحبيت مع احداث الانتفاضة الاخيرة الانقل يلي بصير في الضفة وتحويل احداث الانتفاضة للوحات فنية على الحجارة اللي تعتبر سلاح الانتفاضة بسبب انحصار المفروض على غزة فيه عدم توفر بعض الادوات فيه نقص في الادوات وفيه طبعا منعاني من غلاء الاسعار على قشر البيض ايضا ترسم امل امالها لكن احلامها ما زالت حبيسة قلة الامكانات في انتظار حال غير هذا الحال تحلم امل طبعا انه تكمل هندسة الديكور طورت رسمها من رسمات العادية الى رسم بالاقلم الجافة بالقهوة بالمكياجها رسمات لا وصلت لرسم الزيت ورسم على الحجر مع حدث الانتفاضة الاخيرة اطقنت امل تطويع الموهبة للمتوفر والممكن بتلقائية اختيارها لما ترسم به وترسم عليه وحلمها ان تقيم معرضها الخاص لتنطلق به من سجن غزة الى رحاب ابعدة واوسع لان شهين غزة اعلم يدين رجح وزير الاثار المصري ممدوحة دمياتي وجود مقبرة الملكة نيفرتيتي في مساحات غير مكتشفة بعد خلف جدران قبر الملك توت عنخ امون في وادي الملوك بالاقصر جنوب مصر دمياتيوا في مؤتمر صحفي اعلن ان عمليات المسح الرادري اشارت بواب نسبة كبيرة الى وجود حجرتين كبيرتين داخل مقبرة توت عنخ امون واذا ما اثبتت عمليات المسح التي ستجرى صحة الترجحات فان هذا سيعد اكتشاف القرن ليس فقط في مصر وانما في العالم مفكر سوري اخر يرحل عن الحياة بعيدا عن بلاده جورج طرابيشي مفكر ومثقف يتوقف عن طرح الاسئلة الكبيرة بقوة الموت هو الذي لم يتراجع يوما عن طرح الاسئلة والقضايا والنقاشات حسن عبدالله في الخبر الذي نشر على صفحته في موقع فيسبوك كتب لقد رحل صاحب نقد نقد العقل العربي جورج طرابيشي المفكر والناقد والمترجم السوري فارق الحياة في باريس عن 77 عاما الراحل الذي يترك ارثا ثقافيا هائلا اقترب من مئتي كتاب اسس منهجه الفكري تحت عنوان العقلانية وناضل من اجل ذلك منذ بدايته مرورا بسنواته في مدينته حلب ومن ثم في كل الامكنة التي انتقل اليها كاتبا وباحثا اضخب المشاريع الفكرية التي اشتغل عليها الراحل جورج طرابيشي كان كتاب نقد نقد العقل العربي في مجلدات خمسة اخرها الجزء الخامس بعنوان من اسلام القرآن الى اسلام الحديث اي في نقد مشروع الكاتب والمفكر المغربي حمد عابد الجابري في نقد العقل العربي ويوصف هذا العمل بانه موسوعي اذا احتوى على قراءة ومراجعة للتراثين اليوناني والاوروبي الفلسفيين والتراث العربي الاسلامي وتساءل جورج طرابيشي في هذا المؤلف عما اذا كانت استقالة العقل في الاسلام جاءت نتيجة لعامل خارجي وقابلة للتعليق على مشجب الغير ام هي مأساة داخلية ومحكومة بآليات ذاتية يتحمل فيها العقل العربي الاسلامي مسؤولية اقالة نفسه بنفسه اما في باب الترجمة فقد برز بقوة وتميز بغزرة ترجمته ومؤلفاته فترجم ليفرويد وهيجل وسارتر وغارودي وسيمون دوبووار واخرين اراد جورج طرابيشي ان يطل على العقل والعلم بكل ما فيهما من اعماق وامتدادات باحثا بلا هوادة عن اجوبة للاسئلة التي راودت عقله ولسيما وهو ينظر بحزن واسف الى سوريا تتمزق بعد نصل الى ختام السابع نذكركم بعناوينها كوتن يؤكد قدرة موسكو على تعزيز قواتها مجددا في سوريا ويتعهد بمواصلة مكافحة الارهاب ويكشف عن استعادة دماشق لدفاعاتها الجوية دماشق ترفض اعلان الكرد النظام الفيدرالي في شمال سوريا وتحذر من النيل من وحدة البلاد مصادر دبلوماسية للميادين ضغوط اوروبية على المعارضة السورية في جنيف لعدم الانسحاب من المحادثات وتجنب التصريحات الاستفزازية كيري يؤكد ارتكاب داعش جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ تطهير عرقي وعمليات إبادة جمعية مصر ترجح وجود قبر الملكة نيفرتيتي داخل مقبرة توت عن خامون في الأقصر موسيقى دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دات نيت إضافة إلى موقعنا بالإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى من يرغب بالمزيد من الأخبار على شاشة الميادين المزيد على رأس الساعة نشرى مفصلة وهذه المرة مع زميلة فتون عباسي إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى